يوم الأيام كان معمم طرد من حوزة قم الآن موجود في ذي القناة وعايش وين بلندن من الصباح إلى الليل كل يوم شغل يجيب لك عالم من العلماء ويطعن في هذا العالم والغريب حتى أقول لك ليش يعني هذه الطريقة أثرت لخبث هذا الإنسان شلون يعني مثلا كنا نشوف شخصيات ما ريد أجيب أسامي بالنتيجة ما يستاهلون على هالمنبر وحن يجيب أساميهم لكن بالنتيجة كان بعض الشخصيات صحيح معمم وكذا ويحكي على العلماء لكن كلامة كان كله هراء كله كذب وتلفيق لكن هذا الرجل اعتمد طريقة خبيثة جدا شنو هالطريقة أن يأتي لك بالكتاب والمصدر يقول لك هذا كتاب السيد الخوئي ويقرأ لك نص الكلام بحذافيره وأنا سبحان الله خليت بالي وياه سنة كاملة بحيث أنه كل ما يجيب كتاب أنا أطلع نفس الكتاب والمصدر وأتابع معه القراءة يتكلم ويذكر لك بالحرف ما يذكره العالم وانت تتابع في الكتاب وياه واشوف نفس الكلام لذلك أثر فيه كثير من الناس واعتبروه صادق لأنه ينقل نص الكلام لكن تعرف المشكلة وين؟ المشكلة في فهم الكلام يلبس على الناس ويشوش على الناس عبر فهم الكلام بحيث يجر النار إلى قرصة يلي عنق العبارة يعني مثلا عبارة مثلا أنا حتى أجي له واحد مثلا تقول له لا إلهة هذه عبارة كفر له إيمان كفر اسكت عنها بصير كفر لكن قل إلا الله صار إيمان هذا الرجل يعتمد هذه الطريقة يجتزئ الكلام ويفسره بكيفه على طريقته يقرب البعيد ويبعد القريب لذلك أمير المؤمنين سلام الله على شي يقول أو رسول الله يخاطب أمير المؤمنين يقول له يا علي أنا قاتلتهم على التنزيل وأنت تقاتلهم على شنو على التأويل هذا الرجل مشكلة في تأويل الكلام حتى يجيب كلام من عنده ما يدريك النقص للسيد الأخوة كذا ما يدريك بأن قصد السيد الشهير الصدر كذا والمشكلة أنه مموفر عالم من العلماء كل يوم يستلم لواحد ويتكلموا يا ليه كلام علمي بعضها أصلا حتى يتعرضوا لحياة العلماء الشخصية في بيوتهم زوجاتهم أولادهم ما يدريك يوصل وماذا يريد بس أنا ليش أنا طرحت هكذا موضوع وطبعا هذا بالعشرة تكلمت بي وسوى كلامه وسوى ضجة شوية خل الناس تحشي ميهم ما ذا مهي رسالة وتوصل لأن في ناس ترى حتى في مجتمعنا البحرين تأثروا به كثير شباب عندنا تأثروا به وصار حتى كلماته لها قاعد بعض الشباب في جلسات خاصة تشوفه يشكل بعض الإشكالات إذا تطالع أساس الإشكال ترى من عند هذا الرجل كلمات التي يذكرها الشاب كلمات التي يذكرها الشاب مثل ما يذكرها هذا باتريون يجب كلمات مثلين المؤسسة الشيعية الرسمية هذه كلها كلمات من؟ كلمة هذا الرجل فعرفت بأن شباب كثير عندنا متأثرون بهذا الرجل لكن تعرف تأثير أي يعني أكثر ما يكون وين صاير؟ في العراق إلى درجة وصل الوضع أن في هذا العام يوم العاشر تخيل أنت يوم العاشر يدخل مجموعة من المعزين بين قوسين المطبرين خلينا أنا واحد ما أدحشي الآن بمساء الحشفية الفقهاء بين مجوز ومحرم أي مسألة ما أعدنا بيها بس أنا قاعد أتكلم ياللي جاي أنت تواسي الزهراء وجاي مثلا لتعزية مثلا بالحسين ومصاب الحسين معقول تدخل إلى حرم الحسين وإنت تطبر وتلعن الشيخ الوائلي صاروا يلعنون الشيخ الوائلي في المواكب العزاء بركات من؟ بركات هذا الزنيم وليش إحنا جاي نطرح هكذا موضوع حتى نوعي شباب للتفتوا إلى هؤلاء لأن أخاه في جزما من الأزمنة بلما نطلع لنلافتات كذا وكذا وهيهات من الذلة يصير كلمات اللعن والسباب للمراجع وهذا مو بعيد قلت لك يوجد شباب في مجتمعنا متأثرين كثير بهذا الرجل فخلني التفت لشبابنا وأولادنا وكذا ونعلمهم ترى هذا شلون مو ينخدع يشوف لك كلمة ويطالحها في كتاب موجودة يقول أن هذا الرجل صادق غريب 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 إنسان وإلا أنا أسألك سؤال أنت ش عندك ويا السيد الخوي بحالة يتكلم يقول لك شوف شلون هذا السيد الخوي يقول لو كان هذا الرجل عاقل ويستاهل يكون مرجع وضوء ما يعرف يتوضع عجيب إذا السيد الخوي مرجع الشيعة العام ما يعرف يتوضع منه يعرف يتوضع أو يقول لك شوف من سداجة هذا العالم ناقل كلمة الكفر ليس بكافر بس حتى نراوي الناس وشنو هذا الإنسان يقول لو أنه مسادج كان شلون يحمل له خاولي وسخ خاولي شنو إلا رايح العراق ويتعامل يا العراقين يعرف شنو كلمة خاولي خاولي عن فوطة فوطة ما شايفين الفيلم اللي عرضوه في اليوتيوب عن وضوع السيد الخوي منخلينا فوطة على رجلة يقول لك هذه الفوطة شوف أنت ما خلى شيء هدع المرجل ستين سنة على من بربحة الخارج طلعنا مراجع وفقهاء ما يخلو مكان من تلامي للسيد الخوي حطبها لي الفوطة قال شوف فوطة السيد وسخة وشوي تعرض لذاك المرجع رجوله وصخة وهذا كش اسم المرجع عند ولد منحرف شنو تعيب عليه أنه عند ولد منحرف رسول الله عمه عبو لهب هذا الله يقول عنه تبت يدى أبي لهب وتب ورسول الله يقول له وإنك لعلى خلق عظيم ونوح كذا والقائمة طويلة الهادي طلع لولد اسم جعفر الكذاب شنو يعني لا والله يتعرض لهذا العالم لأنه عنده حفيد مو منضبط يعني فعرفتون شنون جاي يضربون العلماء الآن دعوا ناس معممة وناس من نفس المسلك وناس من نفس الطائفة وهذا اللي يشكل خطر ثقوا بالله يوم الله هذا الصمام صمام الأمان وهم العلماء يسقطون بعد ما نقائم احنا أبدا بعد ما نراية بعد نرفع بعد إذا اليوم نرفع راسنا بشيء هم بعلمائنا وفقهائنا إذا استطاع هذا وأمتى ليأثر بعد خلاص على الدنيا السلام ترجمة نانسي قنقر